السلام عليكم ورحمة الله وبركاته و ازايكو يا شباب كيف الحال؟ المرة دي باعزين نتكلم عن استخدام الانوتيشن بدل من الامل فايل انت عندك طريقتين ان انت تضيف الروتس الخاصة بالصفحة او بالكنترولرز يعني اتعرف السيمفوني الجزء الاولاني بتاع الصفحة اللي هو الروتس ياما باستخدام الامل فايلس ياما باستخدام الانوتيشن انا نفسي افضل الانوتيشن انهو بيلملك الموضوع كله في صفحة واحدة يعني بتضيف الكنترولرز والروتس بصفحة واحدة اما في الطريقة الاولانية دي احنا شرحناها في الفيديو اللي فات كان عندك ملفين ملف اللي هو اسمه روتس ده بقى في كل الروتس بتاعتك وملف اللي هو الكنترولر اما باستخدام الانوتيشن انت بتضيف الروتس جوه الكنترولر نفسه طيب ازاي بقى تبطي تستخدم الانوتيشن ده؟ اولا الانوتيشن بيستخدم بالطريقة دي طيب البلوك اللي بيبقى فوق الـ function ده مهم في كذا حاجة انا مش فكر هو ليه اسمي كده لكن مش فكر اسمه ايه لكن ده مهم في كذا حاجة اول حاجة مفيد ان انت تضيف في الانوتيشن ده اهم حاجة تاني حاجة مفيد بها وانت بتديفلوب يعني ايه يعني مثلا لو انت عايز تعمل دوكومنتيشن للي ادي ايز بتاعك باستخدام مثلا اوتوماتيك لايبيري اللي هي تقرى الكود بتاعك كله كده وتطلع لك دوكومنتيشن يعني الديزاين بتاعها بيبقى بسيط شوية ولكن عموما اسمها دوكومنتيشن وخلاص مثلا زي بيتش بي دوكومنتر تمام دي بتقرى الكود بتاعك وبتقرى الجزء اللي بيبقى فوق الـ function ده واللي انت بيكون في بقى ايه بيكون في الـ request بيكون في الـ response بيكون في الـ parameters انت الـ function دي بتاخد ايه parameters وبترجع لك ايه response وفي نفس الوقت لو في بقى ايه security او exceptions والكلام ده فهنا بتضيف بقى الـ annotation برده اللي هي من اهم استخدامات الجزء ده طب بتضيفها ازاي اجي هنا اقول له at route على طول بقى الـ php plugin اشتغل وقال ان انت عايز تعمل import الـ component routing annotation route انا عايز ده اللي هو بقى ايه هنا اضيف نفس الكلام اللي ضيفه انا هنا اللي هو الـ pass و controller بس انا كده كده عند الـ controller فكل الفكرة ان انا هضيف الـ pass فاجي هنا اقول له ان الـ pass slash بس كده انا كده على الـ function دي في الـ controller app controller قلت له ان الـ pass بتاعك هو ايه هو slash واجي هنا انا مش محتاج اصلا بقى كل ده كده خلاص لان زي ما قلنا انت عندك الطريقتين ياما تستخدم route.yaml file ياما تستخدم annotation انا شخصيا بفضل annotation وانت لك مطلق الحرية انا بفضل annotation ديه عشان عندك الـ 2 يتلموا مع بعض يعني عندك الـ function بتكاريتها وفي نفس الوقت هتكاريت الـ route فيها تمام؟ فيكون الـ 2 ملمومين على بعض مش متوزعين مختلفة فاجي هنا لو جيت اولتل refresh time يعمل ايه؟ بيبتلي بس يعمل كاش من اوله جديد وعملك refresh مفيش اي حيات غيارة مفيش اي مشاكل طب الكلام ده جي منين؟ معين اصلا غيات الـ route ولكن انا استخدمت annotation بدل الـ route.yaml file جيت هنا ممكن انا اضيف حاجه احسن بكتير كمان اللي هي الـ name ان انا اقدر اضيف name للـ route هنا كان الـ name يسمو ايه؟ index لو فاكرين اجي هنا اقول الـ name index تمام؟ هيفرق في حاجه جديده ولا حاجه هو بس بيبتدي يعمل الكاش وبعد كده ايه؟ هتلابص سريع جدا بس لان هو بس بيبتدي يعمل كاش لان انت غيرت الكود تمام؟ فلو جيت هنا بقى ايه؟ ده كده الـ annotation استخدم الـ annotation كده قوي في ان انت تعمل مثلا permissions وان انت تعمل security وحاجات كده جدا وكده كده وكلام ده كله فالـ annotation من ضمن اهم الـ components الموجودة داخل الـ symphony اللي هنستخدمها كده جدا ان شاء الله انا كده خلصت الفيديو اياه سلس وصلت في تعليقات انا موجود على ايه سوشيال ميديا وانتقابت في فيديو رجاء ان شاء الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة